اشتركوا في القناة الآن أنا أتوقع أنه مع فجر الأربعاء ممكن تعلن بعض الدوائر بشكل يعني النتائج النهائية غير الرسمية اللي حكينا فيها اللي هي تعلنها اللجنة الخاصة طيب مجلس الفوضين يعتمد النتائج النهائية اعتماده للنتائج النهائية يتطلب أن تنتهي عمليات الفرز والجمع في كل الدوائر الانتخابية احنا وين عنا الدوائر الانتخابية عنا عمان اللي هي خمس دوائر اربد أربع دوائر الزرقاء دائرتين بقية المحافظات والدوائر البدو كل واحدة قائمة بذاتها يعني دائرة دائرة نعم صحيح في البلقاء والكرك فيهم عشر مقاعد لأنه فيمكن تأخذ وقت لكن اللي بأخذ وقت دائما عمان زرقاء اربد نعم يعني هي ربما الأكثر اقضاضا بذكان وتعدد بالدوائر نعم واحتساب المقاعد المخصصة للنساء عن نسبة مش بالرقم المطلق نعم نعم فيعني بصير فيه تباين بأوقات الإعلان التباين بأوقات الفرز الإعلان النتائج الإعلان نعم طبعا بأوقت الفرز طبعا بيحكمها وحفظات الأطراف بتجهز أبقى ممكن أي وقته على نقال نعم الآن طيب من الفجر أو الساعات الصباح الأولى للعصر كما هم وتوقع مجلس المفوضين هاي بفترة برضه ممكن يكون فيها احتفالات وممكن فيها تجمعات لأن هذا بدي يعتمد على وعي الناس وأولهم المرشحين يعني زي ما تفضلتي قبل شوي أمس 23 مرشح مثلوا أمام المدعي العام نعم واليوم مثل الناس أمام المدعي العام وشو التهمة التهمة أن هاي التجمعات العشوائية الاكتظاظ واطلاق نار وحمل على أكتاب وما فيه كممات ولا فيه شيء طب يعني السؤال الأول كأي مواطن بسأله طب ما أنت بكرة جاي تحكم أنت جاي بالسلطة لازم تكون قدوة نعم أنت جاي تشرع نعم وانت جاي تراقب تعمل هيك يعني وين وصلنا طب إذا يعني بدنا الراعي الراعي الظرف ظرف صعب هذا يفقد مصدفية المرشحة هذه حرب وحرب العدو فيها مجهول العدو غير مرشح عدو ليل يعني نعم عدو عتمة ما بتشوفه أين تبضرب ووين بضرب من من بنصاب اليوم ومن بكرة صحيح وليش أنت معصوم أنك تنصاب أكيدا